اشتركوا في القناة نطاق الدول الاربع والسعودية تحديدا لما تمثله من عمق عربي واستراتيجي يتصدى لتطرف حليف نظام الدوحة في المنطقة ايران هذا ما اكده رئيس مجلس ادارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الامير ترك الفصل الدول الاربع قالت لقطر انه لا حل الا من خلال الاتفاق على الشروط التي وضعت فيما اتفقت عليه قطر من السابق فلا ارى مجال لقطر ان تذهب لمكان اخر لتجد هذا الحل لا في الولايات المتحدة ولا في اوروبا ولا في دول الجوار فعليهم ان يعودوا الى بيتهم الطبيعي وهو الجزيرة العربية وطبعا الدول الاربعة هذه تشكل المحور لما هو مطلوب من القيادة القطرية ان تصر قطر على بناء مشاريعها الخاصة داخل حدودها هو امر يمكن التفكير به وتقبله اما ان تصر على تحقيق مشاريع ارهابية تخدم مصالح ايران وتدعمها بمالها واعلامها ذلك ما يضع الدوحة على حافة قد تنزلق منها في اي لحظة وتخسر ما تبقى لها من وجود لا يتعدى الجغرافية في المنطقة هذا التعنت لا يخدم المصالح لا لقطر ولا لاستقرار والسلم في المنطقة ايران لها طموحات جغرافية في منطقتنا وليس فقط في العراق وسوريا ولبنان واليمن ولكن حتى في تدخلاتها في البحرين وفي المملكة العربية السعودية وما قامت به في الماضي في الكويت فالقيادة القطرية اعتقد انها واعية لهذه التدخلات واستمرارها في دعم امثلة حزب الله وغيرها من هذه البؤر غير مفيدة من قبل ايران لا منطق وراه ولا عقل ولا صواب لطالما كان الموقف ثابتا للدول الداعية لمكافحة الارهاب فهي لا تطالب قطر سوى الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الموقعة على المستوى الاقليمي والدولي من خلال تنفيذها للمطالب ثم الالتزام بالمطالب ثم عدم التلاعب بتلك المطالب